هلا فانس هكيف تم فوتن باكين اليوم سأشارك معكم كشك مع برغل مصرية برغل مصرية كيف تابعين على قناة هذا الأكل الخبيث اليوم سأقوم بكم الأكل المصرية التقليدية الكشك مع الدجاج محشب البرغل في هذه المصرية سأستعمل 1 كبه برغل مصرية التي سأستعملها 24 سنة في 3 كبه مصرية 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 الكشك سأستعمل كبه من البرغل النايم سأستعمل مدة 24 ساعة في 3 كبابة من الزبادة الكريك المكسر سأضيف ملعقة صغيرة من الملح و ملعقة صغيرة من الفلفل و سأحصل نصف اليمون عليهم المصرية التقليدية سأستعمل 1 كبه فانبرغل ويت 3 كبه من الريك يوغرط سأستعمل 1 تاة 1 تاة صغيرة 1 تاة صغيرة الكشك داية سأستعمل المدد 24 ساعة مع 3 كبابة زبادة و عصية نصف الليمونة سأستعمل بحرارة الغرفة لحد مطبوخه سأستعمل كما تكون ملعقة صغيرة كما تستعمل بتجميع المصر كما تستعمل بحرارة الغرفة كما ترى الزبادة الزبادة ثم تقوم بحرارة الزبادة بحرارة الزبادة سأستعمل سأستعمل 1 تاة صغيرة 1 تاة صغيرة 1 تاة صغيرة أكثر كل البكتيريا سأصبح نصف الليمونة وبعد كده سأستعمل ملعة كبيرة من ملح مع ملعة كبيرة من الفلفل سأستعمل الفراخ لمدة نصف ساعة يصفي كل الدم في حل السلق في حل السلق أنا عندي بصل كرفس ورق الغار هبهان وفلفل أسود في حل السلق أنا عندي بصل لديه 2 كبس جوز برق الويد و 1 كبس كبير لحشوة الفراخ لديك بيتين من برغ الخشم صغيرة و غسل لهم وبصلة كبيرة مبشورة على ميدم هيد أمتع برغ الويد 1 تاة صغيرة و 1 تاة صغيرة و 1.5 تاة صغيرة على نار متوسط أحمد البرغل مع ملعة كبيرة من السمنة ملعة بالفلفل و ملعة ونص ملح أمتع برغ الويد أضيف ثلاثة كبّيات من المياه و واحدة ورق الغار وبعد كده هتغفل الغطاء هغليه يستوي على نار هادية once the burgl weed has absorbed all the water I will let it cool completely before stuffing the chicken أول ما البرغل يستويش بالمياه بتحته هخليه يبرد قبل محشيه في الفراخ I will start first by stuffing the chicken tummy then seal the skin together and stitch them with my kitchen needle أول حاجة هبتدي في الأول بحشم بطنية الفراخ بعد كده هغفل الجلد على بعض و هخيطه once I have stitched all the chicken tummy then I will cross its leg and tied with a string بعد ما خلصت خياطة البطنية همسك الرجلين الاثنين و هحكسهم مع بعض و هربطهم بالدبارة after sealing the lower part of the chicken then I will start stuffing the top part of the chicken بعد ما اتأكد انه خلاص الفراخ من تحت كلها اتربطت و مكفولة كويس هحشي الناحية الفوق I will stuff the chicken from the top including in between the skin of the breast and then seal it with a cocktail stick and then stitch it هحشي الفرخة من الرقب من فوق و برضه هدخل الحشوة بين الصدر بعد كده هجيب الكوكتيل و هقفلها و هخيطها كمان This is the only method I use to make sure no stuffing will explode out once I start boiling the chicken in the pot ده هي الطريقة الوحيدة اللي انا بستعملها عشان اتأكد ان الحشو ما ترشكش معايا في الحلة لما اسلكها Heat the pot of water with the vegetables before adding the chicken and once you add the chicken then you can add half a tablespoon of salt سخني الموية في الاول قم اضيف الفراخ بعد كده اضيفي نصف ملعقة كبيرة من الملح وتحاول تخلصي من كل الرقب من فوق Once your chicken started to boil try to discard of any foam from the top For glazing the chicken I'm using one tablespoon of pomegranate molasses mixed with one teaspoon of pepper, one teaspoon of coriander, one and a half tablespoon of butter ghee and one teaspoon of hot paprika which is optional للطحمير يجداد في الفرن انا هستعمل ملعقة كبيرة من دبس الرمان وملعقة صغيرة من الفلفل ملعقة صغيرة من الكذبرة وملعقة ونص كبيرة من السمنة وملعقة من البابريك الحارة ودي اختياري Once the chicken has really cooked then I will save two liters of the chicken broth and let it cool completely before doing the kishk أول ما الفراخ يستوي معي حصفي اتنين لتر من الشربة دية وحخليها تبرة تماما قبل ما اعمل الكشك Brush the two chicken with a spice glaze then top it up with half a cup of the broth to give it a steam Cover with foil and roast it for a minimum of 20 minutes in the oven اتنين الفراخ بتبس الرمان المبهر بعد كده اضيفي نص كوباية من الشربة عشان تديه بخار وتقفليه بالفول وتدخليه الفول لمدة 15-20 دقيقة Once the chicken broth has completely cooled down and without no heat on I will add all the burgl and the yogurt and continue stirring to avoid any lumps and curdle أول ما الشربة تبرة تماما أحضيف البرغل مع الزبادي وما حاول لحش أي نار وحبتدي حقل فيه وعشان أفكك كل البرغل والزبادي Once I make sure that all the burger and the yogurt has really dissolved into the broth and no lumps then I will turn on the heat I will start now sataying the grated onion with the butter ghee and this is the flavoring of the kishk أول ما اتأكد انه البرغل والزبادي داب في الشربة بتحتي حولع النار عليه وحبتدي حقلب وبعد كده حبتدي هعمل الطشة بتحته اللي هي البصلة المبشورة مع السمنة وفلفل وثنين ملعقة من الكذبرة Once the onion has sauteed well I will add half a teaspoon of black pepper and two teaspoon of coriander Then I will top it up from the kishk soup and then I will combine them all together I will let the kishk boil for at least five minutes to absorb all the flavoring of the sauté onion and the spices And for the time being the chicken is ready and it's all golden color This traditional Egyptian kishk is so delicious Basically it's creamy sour but yet it's sweet and nutty from the burger wheel And the chicken it just melts in your mouth with that stuffed burger Amazing شربة الكشك المصرية التقليدية حاجة رائعة لأنها هي creamy حادقة لكن في نفس الوقت فيها كل nutritious بتاعة البرغل رهيبة Thank you very much for watching this video For more Sudanese Egyptian African or any other international recipes Please like share and subscribe to my YouTube channel Gift of Food and Baking Until I see you is the next recipe Bye bye شكرا كتير جدا لمشاهدة هذا الفيديو لوصفات سودانية مصرية أفريقية أو عالمية الرجاء أن تدعموني باللايك والشير والسبسكرايب لقناتي هدية الأكل والخبيث حتى ألقاكم في وصفة جديدة يلا مع السلامة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة